أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي تقرر عقده في الفترة من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل وذلك تنفيذا لتكريفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري من خلال التعرف على أراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثل مجتمع الأعمال جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث عرض رئيس الوزراء الأجندة المقترحة للمؤتمر الاقتصادية والمحاور التي تم التوافق عليها خلال أيام المؤتمر السلاثة مؤكدا أنه سيتم اعتبارا من الأسبوع المقبل الإعلان عن الأجندة التفصيلية للمؤتمر مع إطلاق موقع إلكتروني خاص به لتلقي المقترحات والأراء من ناحية أخرى أكد مدبولي الاهتمام الواسع بمختلف الجوانب المتعلقة بترتيبات الإعداد لانعقاد مؤتمر قمة المناخ كوب 27 مشيرا إلى أن التنصيق يتم على قدم وصاق بين مختلف الجهات المعنية بتنظيم المؤتمر من أجل الخروج بهذا الحدث الدولي المهم بصورة تعكس قدرة مصر على تنظيم تلك الفعاليات الدولية بمستوى عال ومتمهيز هذا وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تواصل جهودها لتأمين احتياطي آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجها